سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه عندما ضمته القبر ضمة قال بعض الناس إن سبب ذلك أنه كان لا يتنزه من البول فهل هذا القول صحيح؟ هذا كذب هذا عام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سلم أحد من ضغطة القبر أو ضمة القبر لسلم سعد بن معاذ هذا عام أو خاص بسعد بن معاذ رضي الله عنه نعم نقول أن هذا اتهام لسعد رضي الله عنه أو هذا تنقص لسعد ولا يجوز الكلام هذا نعم